موسيقى السلام عليكم اخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نشوف معكم الحصار الرابعة اللي سوف نبدأ فيها الشرح الدرس الثاني من زوات الواد البشري اللي هو درس الغير كنا دي جادرنا ثلاثة الحصص وشرحنا فيهم الدرس الاول اللي هو الشخص بالنسبة للناس اللي اول مرة غيشوفوا الفيديو سوف نخلي ليهم الروابية تحت هذا الفيديو هذا في الديسكريبسيون باش يمكن لهم حتى ومي يتبعوا معنا منزعوا صافي راني بديت المراجعة من اللون بالنسبة للدرس الغير في ثلاثة المحاول في محور الاول وجود الغير المحور الثاني معرفة الغير والمحور الثالث والآخر اللي هو العلاقة مع الغير اللي كي يهمنا اليوم هو وجود الغير كيف العادة غنشوفو ثلاثة الحويش هنشوفو المفهيم الفلسفية وكذلك الاشكال او التساول المطرح في المحور وكذلك المواقف ديال الفلاسفة بالنسبة لما اللي هو كل ذات مفاكرة مثل هو الأن الذي ليس أنا وهو اللي يشبهوني ويختلف عني شنو المقصود بالغير؟ هو دك الآخر اللي ما كيشكل شدات ديالك يعني اللي كيتعتبر بالنسبة لك آخر بحلقة ديالك والأم ديالك والصديق ديالك أو الأستاذ ديالك هدو كامل اللي كيتعتبروا بالنسبة لك آخرون أو أغيار شنو المقصود بالأغيار؟ هو الجمع ديال الغير سوف تقول لي لماذا اللي يشبهوني ويختلف عني؟ لماذا يتشابه معي هذا الغير؟ لماذا يختلف معي؟ لأنه يتعتبر شخص وكذلك أنا كم تعتبر شخص يعني كيف ما هو عنده الدات حتى نرى عندي الدات و لماذا يختلف معي؟ كيختلف معي مثلا في التصرفات هو عنده تصرفات وأنا عندي تصرفات مختلفين و عنده تفكير أو عقلية مختلفة على العقلية ديالي؟ سافي ذو كده هو المقصود بالمفهم الغير ده بغى نشوفه المفهم الثاني اللي هو الوجود الوجود هو الحضور الواقي للأشياء والأشخاص في العالم وتجليها المادي فيه شنو كنقصده بأي حاجة موجودة؟ يعني أي حاجة تكون حاضرة واقيا كيف ما بتكون تكون شيء ولا أشخاص؟ مثلا تليفون مني كنشوفهه قدامي ركيت تعتبر موجود سافي انت كتي حدايا ركيت تعتبر موجود يعني حاضر واقيا ده بغى نشوفه التساول مطروح في المحور هل هو الوجود الغير ضروري أم غير ضروري بنسبة لأنا؟ شنو غادي خسنا نعرفه من خلال هذا السؤال هذا؟ غادي خسنا نعرفه انت كدات أو أنا واش ضروري خسي يكون معاك الغير أو لا؟ هذا هو السؤال كل الفيلسوف كيفاش غادي يجوب؟ غا نشوفه ثلاثة الفلاسفة عدنا جون بول سارتر غا يقولنا بأن وجود الغير هو ضروري وسلبي عدنا ديكارت غا يقولنا بأن وجود الغير غير ضروري وعدنا كذلك هيدكر غا يقولنا بأن وجود الغير كذلك غير ضروري صافي؟ ده بغى نبدأ نفسر لكم كل واحد كيفاش كيدر لنا على هذا الأمر هذي؟ بالنسبة لجون بول سارتر غا يقولنا بأن وجود الغير هو ضروري وسلبي في نفس الوقت أنا غا نشرح لكم لماذا يقول ضروري وكذلك لماذا يقول سلبي؟ وجود الغير ضروري بنسبة لأنا لأن الآخر هو الذي يجعلني نوعب الدات والذي يجعلني انتبت لوجود ديكاري بدون آخر لا يمكن انتبت لوجود ديكاري لما كانوا عندك مرضى اللي سيتعالجون لذلك هذ المرضى بالنسبة لك هما آخرون يعني من الضروري يكونوا متواجدين معك صافي؟ ميتة الآخر كأستاذ مثلا كأستاذ لا يمكن انتبت لوجود ديك لما كانوا معك تلميذ لما كانوا معك متعلمي صافي؟ ميتة الآخر فنان تشكيلي هذا الفنان تشكيلي يرسم جموع من اللواحد هذا اللواحد لا يمكن انتبت لوجود ديكاري بهم خاص من الضروري من الآخرين وما اللي يشوفوا اللواحد وكي يعطيوا واحد تقييم صافي؟ هذا الشي اللي كي خلينا نقولوا بان وجود الغير هو ضروري بنسبة لانا وكي قلنا بان الوعي بالداد يحصلوا من خلال الوعي بالغير مني كنشوف مثلا واحد را كيفراح مني كيشوف شي عاجز زوينة وكيتقلق مني كيشوف شي عاجز خيبة كان عرف بانا را عندي كدلك نفس شعر صافي؟ ذو كيسم من الغير بانا والواسيط اللي كيخليني نعرف الداد ديالي وكيعتبروا بحل المرآة يعني مني كناخد واحد المرآة وكيبدأ كنشوف في عراسي را بحال كنشوف الغير ذاك شلي كنشوف الغير اكنشوف في حتى هنا دا بغادي نشوفه لش كيقولنا بانا وجود الغير هو سيلبي لش كيخلين هذا الغير سيلبيين كيعطينا واحد المثال ديال تجربة الخجل الخجل هي الحشمة صافي؟ كنا كنحشمو في بعض المواقف هادي الحشمة هادي شكولي كيسببها لنا هو الآخر هو داك الغير كنما كانشوف ما غادش نحشمو بالتالي هو كيفقدنا الحرية ديالنا والتوازن ديالنا وكيفقدنا انا نصرفه كثما بغينا يعني كنتصرفه على حسابه هو لانه كيديرا لنا ديك النظرة على نتيكو متل مثلا عندك واحد لونتخوتين في شي شاركة ولا بغي تدوز شافوي في القسم ديالك مع شي أستاد كتدخل عنده وكتبخل شوية يوقع لك واحد الخجل كترتابك وكتحشم ذلك كل شكل عليك هذا الخجل هذا هو ذاك الأستاد يعني كون ما كانش معك ستصرف عادي ستعرض عادي ذاك الشي اللي يحافظ بلما يوقع لك تشي مشكلة ولكن من كيكون معك تحس بوحد الضغط بوحد الارتباك وكيخليك توقف موقف ديال الخجل صف يا إخوان ذاكا دوال مقصود موقف ديال جون بول سارتر غنعتيكم جمعة من العبارات اللي ممكن استخدموها وجود الغير ضروري بنسبة لانا الوعيبي الذات يحصل من خلال الوعيبي الغير الغير هو الواسط الذي من خلالي تعرفه لانا نفسها من خلال نظره يشيء الغير لانا ويشلو كل قدراته الغير كالمرئات عندما انظره إليه اتعرف على ذاتي دا بغا نشوف الموقف الثاني ديال ديكارت اللي غاي قولنا بانا وجود الغير بالنسبة لانا هو غير ضروري يعني ما كانحتاش للآخر باش انتبتل وجود ديالي باش يفص ناد الأمور هادي كينتلق لنا من ديك المقولة الشائرة ديالو انا افكر اذا انا موجود بمعنى مني كان افكر را كان تبتل وجود ديالي بالتالي ما بقاش لغير ضروري باش يتبتل لي الوجود ديالي كيف ما كتلاحظو دائما ذكرت كيتدخل بهذا الكوجيتو هادي هذا المقول هادي بمعنى كيعتمد دائما على العقل باعتباره فلسوف عقلاني طيب هو كيقولك اي حاجة ممكن شك فيها الا الدات ديالي بالتالي الدات ديالي را موجوده هو كيعتبنى بانا الاخر او الغير يكونو لما يكونش ما محتش لي كيعتبنى بانا الغير مش كوك فيه مجرد افتيراد صافي اخوان دو كداول موقف ديال ديكارت كيقولنى بانا وجود الغير غير ضروري بنسبة لانا انتلاقى منك وجود ديكارت انا مفكر اذا انا موجود يتبت الانا وجوده ويستغنيانا الغير الوجود مسألة ذاتية كل شيء قابل للشكلة ذات المفكرة وجود الغير مش كوك فيه وجود الغير مجرد افتيراد ده بغى نشوف الموقف الاخير ديال عيدقر اللي غاي قولنا كدلك بانا وجود الغير غير ضروري بنسبة لانا يعني ما محتاش للاخر باش انا ننتبت الوجود دياني صافي كيقولنى لانا الاخر مني كيكون معيو كيشكل علي واحد تهديد كيتعتبر عنصر مهديد بالنسبة ليا انا علاش لانا مني كتجمعني واحد الحياة يومية معاه كيخليني نتصرف بحاله كنولي نماطي صافي كيسقتنين في ما يسمى بالنماطية كنولي كنتصرف كما كيتصرفو كاعد الناس انا نهتيك مثال من الواقع ديالك مثلا انت كنتمت فوق في واحد المادة مثلا مادة ترية ديالك غا تلقى جاعة الناس بحالك ما تكونش بوح ذيك لمتفوق دوك هنا كيفقد ذيك الغير ذاك التمايز ديالك وذاك التفرد ديالك كتولي بحاله كتولي كاتعيش بحاله في واحد نماطية كتكونوا كلكم بحال بحال صافي هذا اول مقصود الموقف ديال هيدك وكيأتينا واحد المثال كيقولنا بانه وجود غير مال انا يفقدوا اختلافها مثلا في ركوب الحافلات جاء الناس بيمكنهم يركبوا الحافلات دوك هنا كيكون واحد النوع من النماطية كذلك قراءة الصحف كما كان قراءة الصحف كتلقى بزاف ديالناس كيقرأوهم بنفس الطريقة مشاهدة التلفاز كما كانت تفرج في التلفازة كتلقى الناس بزاف كيتفرجوا في التلفازة دوك هنا كيوقوات الحالة من النماطية يعني كنا كان وليو كانت صرفوه بنفس الطريقة هاد الشي كييرفضوا عيدك دوك هنا نديكم مجموعة من العبارات اللي ممكن تخدموا بهم وجود الغير غير ضروري بالنسبة الانا الغير عنصر المهدد بالنسبة الانا وجود الانا مع الغير داخل حياتي يومية مشتركة يجعل من الانا ذاتا شبهة متيلة الغير يفقدوا الانا تفرودة وجود الغير ما الانا يفقدوا اختلافها مثلا ركوب الحافلات وقراع الصحف والاخبار ومشهد التلفاز فانها تؤدي في نهاية المطف الى تنمية الانا السلام عليكم اخوان مرحبا بكم في فيديو جديد فهذا الفيديو ان شاء الله غنشوف معكم الحصة الخامسة اللي غنشرح فيها المحور الثاني من مفهم الغير اللي هو معرفات الغير هاد المحور هادته هو سهل غير تبومايا ان شاء الله ونطيو اي حاجة اعتيتها لكم وغاد جيكم الامر بسيطة بالنسبة المفاهيم عدنا الغير ركالناديجة شرحناه ذات مفكرة مثله الانا الذي ليس انا وهو الذي يشبهني ويختلف عني بالنسبة المفهم الاخر اللي كيهمنا ومفهم المعرفة شنو كان قصدو بالمعرفة وفعل توجيه العقل للإحاطة بموضوعات شنو المعنى ديالها بمعنى فاش كان بغيو نكتاشفو شي موضوع أو نتعرفو عليه ضروري من اننا نخسنا نوجو العقل ديالنا نستخدمو العقل ديالنا باش نكتاشفو ذاك الموضوع ونكونو عليه واحد المعرفة بالنسبة الاشكال اللي اترو عدنا فاط المحور غايكون عدنا لاد الشكل هاده هال المعرفات الغير ممكنة ام مستحيلة شنو غادي خسنين نعرف من خلال هذا السؤال غادي خسنين نعرف واش بإمكاني نعرف الآخر اللي هو الغير او منلي مستحيل باش نعرفو دك الفلاسيفة كل واحد كيفاش غايجوب كي اللي يикüne بين معرفة الغير ممكنة و كي اللي يقول ب preparing معرفة الغير مستحيلة هدنا ثلاثة المواقف هدنا ماكشيلر غايجور نبي معرفة الغير يع textbookة ممكنة و هدنا جون بول صارتر اللي غادي عردو غايجور بأن معرفة الغير يع معرفة مستحيلة كذلك عدنا بيرجي غايجورنا بين معرفة الغير يع معرفة مستحيلة ده بغا نبدأ نوضح لكم كل واحد كيفاش كيهدر على هادشي نبدو بماكس شيلر ماكس شيلر غاي قولنا بأن معرفة الغير هي معرفة ممكنة كادات بمعنى بإمكاني نعرف الآخر كادات كيفاش كان عرفوه؟ كان عرفوه عبر تعاطف الوجداني معاه يعني مني كان تعاطف مع واحد الآخر رابي إمكاني ديكسات أنني نعرفه صفي؟ وكي قلنا بأن هذه المعرفة هي معرفة كلية لماذا كلية؟ بمعنى كي تجمع فيها الظاهر والباطن يعني مني كان نشوف واحد الشخص وفيه شي حويج اللي يظاهرين عليه كي يخليني نعرف شنو عنده في الباطن شنو الحويج اللي كي يحسبهم في الداخل دياله أنا نعتيكم مثلا من الواقع باش نقربكم مثلا كي يجي عندك واحد الواحد كي يكون مبتسم يعني ضاهر عليه الابتسامة في وجهه يعني هاد شي كين في الظاهر ذوك اوتوماتيك مو غاد يخليك تعرف شنو عنده في الباطن بما نديك اللي ابتسامة اللي يظاهر عليه غاد تخليك تعرف بأنه راه فرحان صفي؟ ذوك هنا تجمع لك الظاهر الباطن وكولك واحد المعرفة نعتيك مثال آخر ديال الحزن مني كي يجين ديك واحد الشخص وكتشوفو كي بكي هاد دو مو اللي ضاهرين عليه غاي خليك تعرف بأنه في الباطن دياله راه حزين صفي؟ انا نعتيك مثال آخر ديال الخجل مني كتشوفش واحد وجوه حمار ودنيم زنقين بمعنى في الحمرار ديال الوجه هاد شي غاي خليك تعرف بأنه في الباطن دياله راه خاجول فيه الخجل صفي اخوان ذوك الأمور راه بسيطة كتكون ان دي واحد المعرفة عبر تعاطف الوجداني مع الآخر بطبيعة الحل وهاد المعرفة كتسمى معرفة كلية لأنه كيتوحد فيها الظاهر مع الباطن مني كنشوف الظاهر تا واحد الاخر كان عرف الباطن دياله وكيرفض لنا ماكس شيلر بأنه نقسمو الظاهر على الباطن يعني ديما مني كان عرف الظاهر على اوتوماتيك مو كان عرف الباطن صفي اخوان انا نعطيكم هاد العوارض هادو اللي بهم ممكن تخدموا بهم وتكونوا واحد الموقف معرفة الغير ممكنة كداد معرفة الغير ممكنة عبر تعاطف الوجداني معاه معرفة الغير معرفة كلية يتوحدوا فيها الظاهر بالباطن لا يمكن تقسيم الدات الإنسانية إلى تنائيات فعندما يدركوا الآن الغير يدركوا إدراكا يجمع بين المضايا الجسمية والعالم الداخلي النفسي التعبيرات للجسدية كالبتسامة والدموع هي ذات وإحساسات داخلية دا بغى نشوف الموقف الثاني ديال جون بول سارتر هذا غايقول لنا بأنه معرفة الغير هي معرفة مستحيلة كداد بمعنى من المستحيل باش نعرف الآخر كداد كنعرفو فقط كموضوع ميمكنش لي نعرف الضاهر ديالو الباطن ديالو صفي؟ كيفاش كنعرفو كموضوع من خلال النظرة هذا جون بسارتر كي عود عود ثاني بذلك المثال ديالو ديال النظرة مني كنشوف واحد الآخر كندير عليه واحد النظرة وهذيك النظرة كدخليني نعرف فقط المظهر ديالو يعني الشكل ديالو بحلو بحل جميع الموضوع جميع الأشياء مثلا تلفازة رمني كنشوفها كنشوف غير الشكل ديالو ميمكنش لي نشوف الباطن ديالو بحل الإنسان كيفما قالينا ماكشل صفي؟ هذا هو ضد هذا شيء كنعرف الآخر كموضوع فقط بحل الأشياء ميمكنش لي نعرفوه كادات من خلال الظاهر والباطن ديالو صفي إخوان دوك لأمور ره بسيطة بالنسبة لعوارد لغاناتكم معرفة الغير غير ممكنة كادات معرفة الغير ممكنة كموضوع فقط معرفة الغير ممكنة كموضوع فقط معرفة الغير مارفة سطحية بمعنى ماكعملاش يقدم سارترميتال النظرة لتوضيح استعالة معرفة الغير لأن النظر إلى الغير معناه تشيؤه والسلب وعيه ونفي إرادته وحريته بمعنى كنرجع ذاك الآخر كشاي بحل جميل العشية دا بغا نشوف الموقف الآخر ديال بيرجي كذلك غايقولينا بأنه معرفة الغير هي معرفة مستحيلة يعني من المستحيل باش نعرف الآخر علاش كايقولنا بيرجي بأن نرى كل شخص وعندو واحد العالم لي خاص به كاييش واحد العالم لي خاص به هو عندو إحساسات خاصين به عندو مشاكل خاصين به دوك مايمكنش لي نعرفه أنا صفي؟ دوك كايقولنا بأنا بيني وبين الآخر واحد الماسافة وواحد الجدار ساميك نعرف أيضاً ساميك يصعب وتجاوزه لا يمكنش ذاك الأخر يجي عندي ويخترقني ويعرف الاحساسات ديالة اللي كان نحس به لأن كل واحد هو الإحساسات دياله كل واحد هو العالم دياله صفي؟ وكايتيني واحد الميتال ديال تجربة العالم أنا نعتيك مثال وحد الشخص مثلا أنا مريض ذاك الألم اللي يحس به هو لا يمكنش شخص أخر يشاركوا نفس الألم كل واحد هو الإحساسات دياله كل واحد كيفاش غي يحس فمتون يا إخوان نعتيكم مثال آخر ديال الموت مثلا شي واحد توفى لي شي صادق را داك الحز اللي غادي يحس به هو من خلال داك الموت ديال الصادق ديالو را ما يمكن شي شخص آخر يحسب نفس الإحساس صافي ما يمكن شي حس به هو كيفاش كي يحس لأن كل واحد والإحساسات ديالو أنا غن أتيكم العوارد معرفة غير مستحيلة تجربة الأنا الداتية معزولة في العالم وغير قبل الإدراك من طرف الغير لكل دات عالمها الخاص بين الأنا والغير جيدا ساميك يصعب تجاوزه السلام عليكم إخوان مرحبا بكم فيديو جديد في هذا الفيديو إن شاء الله سنشوفه معكم محوان الأخير من درس الغير اللي هو العلاقة مع الغير كيف العادة إخوان مني كنكون كنشرح حاولوا تتبعوا معي وفهموا وأميمتوا حاولوا تكتبوا حاولوا تقيدوا الأمور اللي كنركز عليها سافي رب هات طريقة إن شاء الله كتجيكم أمورية سهلة باش أنكم تراجعوا الدرس لكم سافي كيف العادة غنشوفوا المافهمة فلسفية عدنا مفهم لغير كنا ديجا شرحناه وقلنا بأنه كل دات مفكرة مثلي أو الأن الذي ليس أنا وهو الذي يشبهني ويختلف عني عدنا كذلك مفهم ديال العلاقة اللي غايت زادنا في هذا المحور هذا وكنقصدو به رابطة مادية ويجدانية بين شيئين أو شخصين وأكتر شنية العلاقة؟ هي واحد الرابطة اللي كتجمع بين جوشة الأشخاص سافي وهذا الرابطة غادي نشوفه من بعد واش كيكون فيها الحب والاحترام ولا كتكون العكس بمعنى كيكون فيها الاقصاء والتميش والعدوى بمعنى واش هي صادقة ولا صيرها سافي ده بنشوفه مفهم الصادقة هي فاضلة ورابطة إنسانية نبيلة وشعور لحاجة القيام بعمل خير تجاه الغير شنية الصادقة هي واحد الرابطة اللي كيسود فيها الحب والاحترام بين الطرفين اللي كتكون بينتهم العلاقة سافي كانت تعاون مع الآخر وكانت ضامن معه كان قدم لي المساعدة وكان عمله بالخير ذوك أوتوماتيك مو غا تكون بينتنا واحد العلاقة ديال علاقة صادقة صيرا العكس صيرا كيكون فيه الاقصاء والتميش والعدوى ذوك صيرا هي علاقة قائمة على التعارض وهي مدعاة للعدوى والاقصاء الغير وإفقاده وحداته وانسيجامه ده بغادي نشوفه السؤال المهم اللي عندنا في المحور ولي غادي خسنا نجاوب عليه من خلال مواقف ديالفلسفة السؤال غيكون على ديالشكل هذا هل العلاقة مع الغير علاقة صادقة أم علاقة صراع شنو غادي خسنا نفهمه من السؤال بمانا العلاقة اللي كتجمعني معه واحد لآخر شخص كيف ما بيكون واش هي كتكون عبارة علاقة صادقة ولا صراع واش كيكون فيها الحب والاحترام ولا كيكون العكس كتكون العدوى والإقصاء والتميش بينت الطرفين صفي؟ كل الفيلسوف كيفاش غادي جوا؟ دابا غر نبدأ نفسر لكم كل واحد كيفاش كيهضر كيفاش كيف يفسرنا بانا العلاقة مع الغير إما صداقة إما صراع غر نبدو بموقف الأول ديال إما نوان كانت كانت كيقولنا بانا العلاقة مع الغير هي علاقة صداقة علاش؟ لانا كتقوم على واحد المبدأ اللي هو الحب والاحترام المتبادلين يعني المتبادل بين طرفين الأنا وكذلك الأنا الآخر اللي هو الغير صفي؟ نفترضه مثلا جيت عندك وعاملتك بواحد الحب والاحترام وتحاونت معك وتضمنت معك را أوتوماتيك مو غتبادلني نفس شعور ولا بدلتني نفس شعور غتكون بينتنا واحد العلاقة اللي هي علاقة صداقة صفي؟ إما نوان كانت كيقولك من الواجب الأخلاقي ديالك أنك خسك دروري تعامل واحد الطرف بواحد الحب واحد الاحترام صفي؟ وكيرفض لنا أن العلاقة تكون كتأسس من أجل المصلحة والمنفعة بمعنى ما خسنيش نتصاحب معك من أجل مثلا أنني ناخد الفلوس من عندك ولا مثلا نستعملك كوسيلة باش أنا نستفد منك من الدروس ولا نقل منك من الفروض دوك هو كيرفض هذا الصداقة ديال المصلحة كيقولك العلاقة خسا تكون كتقوم على واحد المبدأ ديال الحب والاحترام وكتأسس على واجب أخلاقي يعني كأخلاق خسك تعمني بحب واحترام صفي إخوان ده بغا نأتيكم جمع من العوارث لتحاولوا تخدموا بها العلاقة مالغير علاقة صداقة تقوموا على الحب والاحترام المتبدلين لا يجب أن تقوموا العلاقة مالغير على مصالح ومنافي معينة ده بغا نشوف الموقف الثاني ديال كونت هاد كونت كذلك كيقولنا بأن العلاقة مالغير هي علاقة صداقة ولكن كيفاش كيف يفسر علينا كيقولنا بأن هاد العلاقة كتقوم على واحد المبدأ ليسميته الغيرية شنو كنقصدو بالغيرية هي ضد الآنانيا الأنانية هي أنني كنفكر دائماً في راسي كثير من الآخر الغيرية لا، العكس كتفكر في الآخر كثير من راسك نعطيك غميطة من الواقع ديال الوالدين ديالك الوالدين ديالك دائماً كيفكروا في مصلحات ديالك كثير من مصلحات ديرهم بعض الخطرات كيكونوا محتاجين شي فلوس ولكن الضرورة لأنك محتاجهم كيعتوهم لك هذا هو المبدأ ديال الغيرية هي الدعوة لمحبة الغير والتضحية بمصالحنا لفائدة الغير في مقابل الأنانية يعني كنضحيوا من أجل آخر كثير من نفسنا صفي؟ دوك هذا هو المبدأ اللي كتأسس به العلاقة مع الغير حسابكم ولكي خلنا نقولوا بأن العلاقة مع الغير هي علاقة صداقة غنتيكم جموة مع العوارد لعلاقة مع الغير علاقة صداقة تقوم على مبدأ الغيرية هي الإطار الغيرية الدعوة لمحبة الغير والتضحية بمصالحنا لفائدة الغير في مقابل الأنانية يعيش الإنسان من أجل الغير ويكرس حياته لخدمتهم وتقديم العول لهم دا بغا نشوف الموقف الأخير ديالهيقل هادهيقل هذا غيكون ضد كانتو كونت بمعنى غيقولنا بأن العلاقة مع الغير هي علاقة صراحة بمعنى ما كيكونش فيها الحب والاحترام وإنما كيكون فيها الإقصاء والتميش والعداوة مع الآخر صفي؟ كيفاش كيف يستطيعنا هذا الشيء؟ كيقولنا بأن العلاقة مع الغير هي علاقة صراحة لأنها كتقوم على واحدة جدلية لسميتها جدلية السيد والعبد شنو المقصود بها؟ كيقولنا بأن أي إنسان في هذا الكون هذا إما كيكون سيد بمعنى وليه كي يحكمه وليه كيصدر القرارات وليه كيبغي تصرف كيفما بغاها لدوك الناس اللي معه ولا كيكون عبد نعطيكم ميثال آخر من الواقع ديالكم عدنا مثلا واحد المدير ديال الشركة كتلقى ولي كيترأس دوك الناس اللي يخدامين معه ولي كيقولهم كيفاش خصكم تخدموا وكيفاش تعملوا دوك هنا كيكون هو سيد وما بالنسبة له هو عبد دوك كتلقوهم دائما في صراحة دائما ما كيحملوش ما كيبغوش يحتارموه بالتالي هناك تكون بناتو معد العلاقة وهي علاقة صراحة وهذا الصراح هي قل كيقول لنا دائما مستمر دائما مستمر مع مروي تحيد مستمر دائما في الزمن ومكان صافي؟ دوك هذا شيلي كينا يا إخوان كنتمنى لكم التوفيق بالنسبة للدرس مكتوب pdf رانخلي لكم إن شاء الله تحتال الفيديو هدافة في الدسكريبسيون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر